اشتركوا في القناة قد عزل رئيسهم محمد مرسي وبالإضافة إلى ما يعتبرونه انقلابا للجيش على الشرعية يخشى أنصار الجماعة أن يغلق الباب في وجههم أمام العمل السياسي ويكرس احتقانهم من الوضع الراهم اعتقال السلطات المصرية للعديد من قادتهم تداعيات ما حدث في مصر انتقلت إلى تونس حيث بدأت حركة تمرد في جمع توقيعات ضد حركة النهضة المهيم على الحكومة والمجلس التأسيسي والتي استبقى أنصارها الزمن وخرجوا إلى الشوارع أما في المغرب فيواجه حزب العدالة والتنمية الذي اكتسح الانتخابات الماضية تحديات كبيرة فبالإضافة إلى احتقان الشارع من إلغاء حكومة بن كيران دعم المواد الأساسية انسحب حزب الاستقلال من هذه الحكومة فهل ستفشل تجربة الإسلام السياسي في باقي دول شمال إفريقيا كما فشلت في مصر؟ يرافقكم في هذه الحلقة أحمد عبيدة أهلا بكم مشاهدنا الكرام لم يكن الربيع العربي سلسا كما أردت الشعوب وسرعان ما تحول الحلم بالحرية والعدالة الاجتماعية إلى صراع مع الأيديولوجية الدينية التي لها وجهة نظرها الخاصة فيما يتعلق بالمسألة الديمقراطية ومفهوم العدالة أرحب في حلقة هذا اليوم بالدكتور عمر كامل الخبير في شؤون الشرق الأوسط كما أرحب بالدكتور حمادي العوني الصحفي والخبير الاقتصادي والسياسي كما أرحب بشتيفان بوخن الصحفي والمحلل السياسي في القناة الألمانية الأولى أهلا بكم جميعا ضيوفا أعزاء وأبدأ معك دكتور عمر هل عزل مرسي يعني خروج جماعة الإخوان المسلمين بشكل نهائي من معترك سياسة؟ هذه الإجابة في أيدي القائمين على جماعة الإخوان المسلمين مما لا شك في أنهم خسروا المعرقة سياسيا بغض النظر عن مجريات الأمور ولكن الخسارة كانت سياسية كبرى أعتقد أن اعتصامهم الآن وتأسدهم خلف استراتيجية أننا ضحية لمؤامرة أو ضحية لعملية سياسية كبرى علينا سوف يؤدي إلى خسارة مصيرية هذه المرة الاستراتيجية التي تتبعها جماعة الإخوان المسلمين للأسف بعيدة كل البعد عن البراجماتية ولكنهم يحاولون دائما الظهور بمظهر الضحية وهذا لن يصل إلى الشارع المصري أعتقد أن كل يوم يقفونه في ربع العدوية يؤدي إلى خسارة للإخوان المسلمين في الشارع المصري على الإخوان المسلمين أن يدركوا أنهم على الساحة السياسية والساحة السياسية تحتاج إلى خطط سياسية للتعامل مع الواقع لكن ألا يوظفون في هذه الحالة نفس الوسائل التي وظفها معارضوهم سابقا وهو التظاهر في الشارع اعتراضا على نمط الحكم هم الآن غير مرتاحون للحكومة الجديدة وللتغيير الجديد وبالتالي فهم يتظاهرون لإسقاط النظام الجديد مع فارق بسيط يا سعيدي ألا وهو أن معارضيهم لم يكونوا في الحكم الإخوان أخذوا فرصة كانت لهم فرصة العمر حينما وصلوا إلى الحكم في مصر ولكن للأسف التجربة أظهرت لنا أن الإخوان على مدى ثمانين عاما حاولوا وتعرفوا وتعلموا كيفية الوصول للحكم ولكنهم للأسف لم يتعلموا في الثمانين عاما كيفية فنون الحكم كيف تحكم بلد هذا ما يفرقهم عن معارضيهم هم كانوا في الحكم وكان يمكن لهم أن يغيروا ويستوعبوا عندما تكون في الحكم فقضيتك الأولى أن تحكم وبالتالي عليك أن تستوعب أعدائك والفصائل الأخرى وهذا ما لم يقوم به الإخوان للأسف على مدار العام سأنتقل إلى شتيفان بوخن هل تعتقد أيضا بأن الإخوان فشلوا في إدارة البلاد على مدى سنة كاملة وبالتالي هذا الإخفاق دفع الناس أو معظم المصري للخروج إلى الشوارع والانقلاب عليهم مجددا أم أن الظروف السياسية والاقتصادية في مصر كانت معقدة جدا ولم يكن من السهل النجاح في هذه المرحلة من الواضح أن الإخوان المسلمين لم يبدو كفاءة كبيرة في إدارة البلاد منذ أن انتصر محمد مرسي في انتخابات رئاسة في مصر ولكن إضافة إلى ما قاله دكتور عمر يوجد عوامل أخرى في الساحة المصرية في رأيي يعني يوجد دوائر قوة لم ترغب أبدا بنجاح الإخوان المسلمين في إدارة البلاد أيضا وهم تربصوا وانتظروا لفرصة لكي هذا الفشل سيكون ظاهرا ومفهوما للكل وسيكون هناك مبرر لإسقاطهم أنا أبتعد عن نظريات المؤامرة أنا لا أعتقد أن هناك مؤامرة ولكن يوجد هناك تكتيك تكتيك سياسي ويوجد دوائر قوة مرتبطة بالنظام القديم القريب عن المبارك والجيش وهم طبعا لم يقتنعوا أبدا منذ انتصار مرسي للانتخابات بأن الإخوان المسلمين هم الآن سادة البلاد وهم انتظروا للفرصة والإخوان المسلمون هم أعطاهم هذه الفرصة بفشلهم الإداري والسياسي وعدم كفاءتهم وللأسف الشديد هذا الإسقاط هذا الانقلاب العسكري الذي شهدناه هو سيخلف أسطورة أسطورة الضحية كما ذكر الدكتور عمر يعني الإخوان المسلمين سيسهل لهم أن يعرفوا أنفسهم كضحايا ضحايا التاريخ والسياسة ومن هذا المنطلق في المستقبل أتوقع بأنهم سيواصلون عملهم السياسي ولكن بشكل تاني يعني معارضة ربما معارضة ستنسحب إلى الخفاء وأنا أتوقع عمال عنف يعني شكل جديد من المعارضة ربما يشبه أسليب المعارضة من قبل خمسين أو ستين سنة نعم لديك؟ أعتقد أن قضية الضحية لم تصبح لها حضور في الشارع المصري كان يمكن أن تكون هذه الضحية في السبعينيات وثمانينيات وكان هناك عنف ولكن الشارع المصري الآن ولذلك أكرر وأقول سيكون خطأ مصيري للإخوان المسلمين الشارع المصري الآن يتفاعل ومعك الحق كل الحق هناك أعداء للإخوان لكن عليك أنت كسياسي حينما تحكم أن تعلم ذلك أن هناك أعداء لك وأن تستوعب هؤلاء الأعداء وهذا ما لم يفعلوه وأعتقد أن الشارع المصري الآن لم يعد يستقبل أسليب الإخوان خاصة أسلوب أنا الضحية أنا الضحية كان ذلك ممكن في الماضي أعمال العنف في السبعينيات والثمانينيات يمكن لهم أن يفعلوا هذا ولكن سوف يؤدي إلى نتائج عكسية تماما أنا أعتقد أن كل عسكري أو كل مصري يموت الآن هذا يجعل الشارع المصري يقف أكثر وراء الجيش وراء المؤسسة العسكرية سأنتقل هنا إلى الدكتور حمد العوني كيف تقرأ مصير جماعة الإخوان المسلمين أو الحكم أو نمط الحكم الذي تبعته الجماعة مستقبليا هل سيتأثر الفكر الإخواني على المستوى العالمي بما حدث في مصر أنا ألخصها في ثلاث جمل الجمل الأولى وأنهم هذه التنظيمات والاتجاهات فكريا هي بدعة خطابهم خدعة والنتيجة فاجعة ألخص لماذا بدعة لأن الإسلام لا يحتكر هم يقولوا نحن وأعدوا لهم وسيفان موقفا ضد من لما نزل الوحي لم يسمي الله سبحانه وتعالى اسمه ب باسم القوي العظيم لا الرحمن الرحيم وأول كلمة في نص القرآن اقرأ هذا الدين دين السماحة ودين نصرة الضعيف تحرير المرأة انهاء العبودية هذا الدين لا يمكن أن يصبح دين جهالة جهلاء وضد مشروع حضاري أممي ومشكل الأخوة المسلمين كاتجاه يريدون احتكار الدين والإسلام لا يحتكر الدين لله والوطن للجميع والخطيئة الثانية مثل ما قالها أستاذي وزميلي العملية ليست عملية ضحية وعملية فشل العملية عملية نظرية نظرية الإخوان المسلمين من تأسيسهم إلى يومنا هذا لا يؤمنون بشيء اسمه الديمقراطية ولا يؤمن بشيء اسمه الوطن هم تسورون نظام عالمي يسيرونه كما يريدون وينبني على الولاء الأعمى للمرشد لأن مرسي مهما كان لم يكن هو رجل الدول الأول رجل الدول الأول كان هو محمد بديع المرشد الأول مثل ما الغنوشي هو الذي يسير شؤون تونس حاليا يعني هذه المجموعة التي تريد أن تأخذ السلطة وترفض أن تنهي طبيعتها السرية لأنها لازالت موجودة في الخفاء يا أما أنتم حزب سياسي فتتعاملون مع المجتمع بشافافية وأنتم حزب وينتهي نظامكم السري وتؤمنون بالمبادئ الديمقراطية الصوت صوت ومثل ما يقول يعني كان فيه أنشودة مصرية في الستينيات تقول إرادة الشعب من إرادة الله وهذا هو الصحيح يعني مشكلة الأخوة المسلمين ليست مشكلة الأخوة المسلمين مشكلة نمط معين من التفكير السياسي المتأسلم المتأسلم الذي يريد أن ينقذ على السلطة ويكره العرب ويحقر الشعب وأصبح الإسلام يعني مجرد لحية وساعة باليمين وعمامة سعودية هل هذا هو الإسلام؟ أعوذ بالله ما الذي قصدته دكتور بيكره العرب؟ يكرهون العرب نعم لأنهم يفضلون التعامل مع الباكستاني والأفغاني والإفريقي وغير وغيره لأنهم لا يفهمون اللغة العربية وغير متفقهين في علوم الدين وهذه مشكلتهم وهكذا يعمل تعمل الدولة السعودية منذ نشأتها تتعامل مع اللاعرب لأنها تموى عليهم وأنها تعرف الإسلام وتعرف القرآن وهي التي تأمر وهم المطيعون هذا هو الواقع المر هنا السعودية لها توجه أيديولوجي آخر إن تحدثنا عن الإخوان المسلمين ونمط حكم مختلف هذه خدعة سياسية ليس هناك من خلاف ما بين الإخوان المسلمين ونظام السعودي أبدا لم يكن بس هذه واجهة هذه واجهة وخدعة إعلامية فقط ممويلهم الأول كان وسيظل هو نظام السعودي وآل سعود وإن لم تفعله الدولة السعودية فيفعله الخواص من أثرياء السعودية نعم لا أريد هنا أن أحور موضوع حلقتنا لهذا اليوم ولكن استوقفتني ملاحظة بسيطة تفضلت بها دكتور هل الفشل الآن سيلحق بشخصية الرئيس مرسي أم بشخصية المرشد وهل هذا الفشل الذي تكبدته جماعة الإخوان المسلمين في مصر سيدفعها لربما لإعادة تنظيم صفوفها لبناء تصور سياسي مستقبلي المصيبة أعظم المصيبة أعظم المصيبة لا تنتهي بشخصية مرسي أو شخصية المرشد لا لأنه أصبح الإسلام يستفز الناس يعني الناس أصبح يعني أصبحوا يقولون لماذا تكرهوننا وكأنهم يقولون لماذا تكرهون الإسلام أبدا الإسلام لن يكره أبدا الإسلام ديننا والإسلام عقيدتنا والإسلام فكرنا والإسلام منهجنا لكن الآن المصيبة وأنهم احتكروا الإسلام ويريدون أن يجعلوا من فشلهم الشخصي فشل للإسلام وهذه كارهة لعلك دكتور عمر لديك تعقيد بسيطة أعتقد أن القضية عند الإخوان المسلمين اليوم أنهم الآن حقيقة أكادوا أن أجزم أنهم في فاجعة لم يكنوا يتوقعوا خروج هذا الكم الهائل من البشر والمعارضة لهم ولكنني أتأمل من التنظيم العالمي للإخوان المسلمين أن يحكم العقل ليس فقط في مصر ولكن في مصر وفي تونس وفي المغرب وسوف نتحدث في كل هذه الأمور أن يحكم العقل وينقذ جماعة الإخوان المسلمين من هذه القيادة القائمة عليها الآن نعم لكن هناك نموذج آخر يجب الحديث عنه في هذا السياق والنموذج التركي لماذا نتحدث عن فكر أن الإخوان المسلمين فشلوا سياسيا والنموذج التركي لازال متميزا ولا زال داء ذائن جيد جدا ظهرت بعض الشكوك بالنسبة للتميز التركي في الأشهر الأخيرة حيث واجه رئيس الوزراء إردوغان تظاهرات عظيمة ضد حكومته وهو طبعا نوعا ما ينتمي إلى تيار الإسلام السياسي ربما يجوز القول بأنه ينتمي إلى حركة الإخوان المسلمين مقرب لدن منه نعم وأعتبر نموذجا عندما اندلع ما يسمى الربيع العربي عندما ناس المراقبون والشعوب تساءلت ما سيكون دور الإسلام السياسي في البلدان العربية حيث قامت الثورة فالجواب كان ربما سيحظون حذوة النموذج التركي ولكن الآن نرى بأن النموذج التركي هو مشكوك به لأنه رئيس الوزراء الذي يحكم نوعا ما باسم الإسلام هو عنده تمايلات لإحتكار الحكم مدحنا عندما وضع الجيش والجهاز العسكري والمخابرات إلى مكانه ومدحنا لأنه لأنه قلنا بأنه زاد من مقييس ديمقراطية داخل تركيا ولكن الآن لدينا تساؤلات فالتساؤل هو هل الإسلام السياسي هو بوسعه وهل لديه استعداد لاندماج في نظام ديمقراطي وعندما مثلا أكثرية الشعب تفضل تيارا آخرا في الحكم هل هذا الإسلام السياسي سيقبل ذلك وسينسحب إلى المعارضة وهل سيحاول مجددا أن يفتح الحكم بأساليب ديمقراطية يعني هل سيشترك الإسلام السياسي في هذه اللعبة الديمقراطية هذا هو التساؤل الكبير ولغاية الآن ليس لنا جواب واضح هذا التساؤل يبقى مفتوحا أسلمت الدولة هذه معضلة كبيرة وقع فيها النظام المصري إبان حكم محمد مرسي السعي لأسلم الدولة هكذا يقول منتقدوه يتهمونه بأنه حاول أسلمت الدولة أخوانتها أو أخوانتها هذا التوصيف لا يمكن إطلاقه على النموذج التركي أيكمن سر فشل الإخوان في مصر في سعيهم لأخوانت الدولة أو أسلمتها إن صح التعبير يعني سر فشل للإخوان المسلمين يعود لأسباب كثيرة دعني أذكر منها إثنين الأول أنهم ليس عندهم أي معرفة بالسياسة هذا ما أثبتت لنا الأيام لا يوجد هناك برنامج سياسي لا يوجد هناك فكر سياسي لا يوجد هناك رؤية سياسية للمستقبل في مصر يعني أنا هذا الهالة التي وضعت حوالي الإخوان المسلمين وكنت أنا مصدقها يعني لا أجزب أنني كنت أكذبها ولكني كنت أعتقد أن الإخوان لهم برنامج ولهم رجال يمكن أن يحققوا هذا البرنامج عفوا المشكلة عفوا يعني في الصفوف الإخوان المسلمين طبعا ناس يعرفون جيدا كيف يصبحون أثرياء كيف يكسبون المال يعني يفهمون من هذا الباب يفهمون عن الاقتصاد شيئا يعني يعرفون كيف يجمعون المال لأنفسهم ولكن ليس لديهم فكرة لإدارة البلاد يعني ما نسميه باللغة الألمانية فولكسفيتشافت يعني ما عندهم رؤية اقتصادية لإدارة البلاد يعني والمشكلة هنا الولاء يعني الولاء للوطن الذي هو مش موجود وهذا هو السبب الثاني قيادة الإخوان المسلمين تعاملت مع مصر كما لو كانت مصر جماعة أن تقود الجماعة بهذه السرية وبهذا الشكل الذي يقاد به الجماعة وأن يوافق الإخوان المسلمين على ذلك أمر ولكن أن تحكم دولة وتعتبر أن هذه الدولة جماعة هذا يعني هذا الإخوان صنعوا ما لم يقوى عبد الناصر والسدات وحسن مبارك على فعله في ضرب الإخوان قام به الإخوان حينما ضربوا أنفسهم بأنفسهم من خلال سياساتهم إذن هو إخفاق سياسي واقتصادي لكن إذا كان هناك توافقاً أيديولوجياً بين جماعة الإخوان سواء في مصر أو في المغرب أو في تونس أو في تركيا أو في غيرها من البلدان هل هناك أيضاً تقاطعاً على مستوى الأخطاء هل النموذج التونسي الآن بقيادة الغنوشي يشبه لحد ما النموذج المصري من حيث الممارسة السياسية والاقتصادية الذي حصل في مصر آتم في تونس لكن حجم مصر وحجم تونس حجمان يختلفان ومشاكل تونس ومشاكل مصر تختلف يعني تونس في كارثة أكبر من الكارثة المصرية لأن تونس فقدت هويتها تماماً التونسي فقد حتى لغته اليومية التونسي أصبح عاجزاً أن يتكلم حتى التونسية العامية اللهجة الشارع التونسي الآن محقوه يعني عشرين سنة برقيبة وثلاثين سنة بن علي التونسي أصبح لا يعرف من هو هل هو عربي هل هو أفريقي هل هو مسلم هل هو كذا هل هو أوروبي يعني المواطن التونسي سحق وردت الفعل كانت إقبال على صندوق الإقتراع لانتخاب الغنوشي وجمعته أنا أقول وجمعته لأن الناس كانوا يتبشرون خير كانوا يظنون أن هؤلاء الناس سينقذون الهوية سينقذون الشعب سينهون السرقة سينهون الفساد والعكس هو الصحيح جاء الغنوشي وجماعته لما دخل الغنوشي إلى مطر تونس يغنون له أقبل البدر علينا ويذكر هل الغنوشي نبي هل تونس المدينة المنورة هل المصفقون يعني مهاجرون وأنصار هذا لأن نسميه هذا الخداع السياسي والخداع الآلامي ولذلك الجماعة لربما الرجل لم يكن يريد ذلك شوف يا أخي هذا الرجل رجع رجع من هجرة ذهبية كان في مهجر ذهبي لم يشتغل يوما واحدا وله أملاك شاسعة في أنجلترا وفي غيرها أنا لا أريد أن أسأله من أين لك هذا لكن على الشعب التونسي أن يتساءل هؤلاء الناس الذين كانوا يعيشون في الفنادق الفخمة وبأموال ويمتلكون العقارات إلى آخر إجوا الآن يريدون أن يسيروا بلدا فقيرا ضعيفا يعني مصحوقا وماذا فعلوا به تمكنوا من السلطة انتزعوا الدولة لا أقول حكومة وينصبون أزلامهم من القمة إلى أسفل وكيف تنتظر الآن أن تصير انتخابات شفافية في تونس وصحيحة أبدا مدام هم تنصبوا الآن في مراكزهم في مراكزهم يعني الانتخابات في تونس لن تأتي بنتيجة شفافة وحقية ومصداقة سيبقى النموذج أو أي تدخل العسكر هو الحل؟ لا أبدا الشعب وحصل الشباب على ما يزيد المليون توقيع في تونس يعني هناك حركة التمرد وحركة الشعب أنا لا أقول الشارع الشارع يعني حقير تحقير للشعب الشعب التمرد في تونس وارد والذي عاشوا إخوانه للمصريون في مصر سيتعيشه الشعب التونسي بدون جيش لأن جيشنا ضعيف وليست له إمكانيات الجيش المصري لكن الشعب التونسي سينتصر بحول الله وسينتزع حقوقه من جديد وإن شاء الله سيمني مستقبلا ديمقراطيا إذن هي حركة التمرد أو تجربة التمرد في مصر تعود إلى تونس وهنا ثورة صدرت من تونس إلى مصر في الأول والمصريين يقولون بضاعتكم ردة إليكم الآن بثورة أخرى تصدر إلى تونس الإسلام السياسي في ضوء كل ما يجري الآن هل يمكن القول بأن هذه المرحلة كانت متوقعة وأن الآن الشعوب العربية تصفي حساباتها مع الإسلام السياسي بهذا الشكل أن سنشهد تطورات أخرى وسنشهد هذه القابلية على التأقلم مع الجديد التي كان الإخوان يتميزون بها وسيعودون إلى السلطة في وقت قريب يعني أنا أجزم أن لم يكن أحد يتوقع هذا على الساحة الدولية وعلى الساحة الداخلية بمعنى على الساحة الدولية نعلم جميعا أن هناك أصوات كثيرة في الولايات المتحدة الأمريكية وفي الداخل الأوروبي كان يمثل لها الإخوان الحصان المستقبلي الذي يمكن لهم أن يسوي لهم أو يسوي لهم البيت العربي من الداخل هذا على المستوى الأوروبي وعلى المستوى الأمريكي وحتى اليوم المستوى نسمع أصوات كثيرة في أوروبا وفي أمريكا تدعم الإخوان المسلمين لأنها ربت هذه الاستراتيجية وهي استراتيجية ليست فقط في العلوم السياسية ولكن أيضا في الجامعات الألمانية والأمريكية والأوروبية عامة فهذا ما كان الناس يتوقعونه وفي الداخل كان الناس يضعون الإخوان في قلوبهم حينما كانوا متهضين وحينما كانوا في السجون ولكن حينما وصلوا إلى الحكم وصدة الحكم وأصبحوا أحرار بدأ الناس يكتشفون هذه الأكذوبة أكذوبة القرن العشرين ولكن في يد الإخوان ويد الإخوان فقط الآن هم على المحك إما أن يعترفوا بالهزيمة السياسية وإما أن يقودوا الإخوان إلى معرقة مصيرية مصيرية بمعنى أن الإخوان سيصبحوا منبوذين أنا لا أود أن أشبههم بالأحزاب النازية بعد الحرب العالمية الثانية ولكن إصرارهم على لعب دور الضحية وإصرارهم على الوقوف الآن هذا الموقف اللاسياسي سوف يؤدي بهم إلى أن يصبحوا أحزابا إن شئت لا يريد أحد التعامل معها سوف يصبح بالفعل منبوذينا على الساحة السياسية نعم دكتور عندك تعبق سياسية كانت لهم تجربة سياسية واستعملوا كأداة ساذجة على الأقل مرة في مصر ومرة في تونس في عهد السادات وفي عهد برقيبة يعني نادوهم أخرجوهم من السجون وتعاونوا معهم لإقصاء المشروع الحضاري التقدمي يعني لإقصاء الشباب التقدمي يعني أنهوها في المغرب صار معكم نفس الشيء يعني الحكم حينما يرى يتعاون مع الإخوان المسلمين كسزج ينتفع منهم يخرجهم من السجون يتعاون معهم يقوموا بوظيفتهم بعدين ينبذهم من جديد وهم لم يتعلموا من التاريخ للأسف وقد يدفعون الثمن غاليا لكن مستقبلهم لم ينتهي لأنه كتيار سياسي كتيار فكري لهم وجودهم في المجتمع وعليهم أن يتعاملوا مع الظرف وأن ينهوا عملية العمل بالولاء الأعمى يؤمنوا بالمبدأ الديمقراطي والتشارك في السلطة والتشارك في الحكم ويؤمنون بوطنيهم وهذا أهم شيء يجب أن يؤمنوا بالوطن المصري يوم بالوطن المصري والتونس يوم والوطن الكبير ولماذا؟ وهذا مشروعنا الحضاري نحن نقاسي في الوطن العربي الكبير من النظم الخليجية ونفطها العفن لماذا؟ لأنهم أوقفون دائما ومنعون من النهضة الحضارية الكبرى حتى نصبح قطب من أقطاب العالم نعم هذا على المستوى الإقليمي لكن دكتور عمر تحدث عن هناك رغبة من قبل الغرب أو رهان من قبل الغرب الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا على الإخوان المسلمين على أساس أنهم الوسيلة المثلة لترتيب البيت العربي بعد الربيع العربي هل هذا صحيح؟ وكيف سيتعامل الغرب الآن مع هذا الطريق؟ أولا الغرب فوجئ بالربيع العربي قبل سنتين وهو كان هائما على وجهه سياسيا وإستراتيجيا وهو ما زال هائما على وجهه الآن وهو يبحث عن عامل يضمن الاستقرار وبعض أصحاب القرار والمفكرين السياسيين في الغرب ظنوا بأن الإخوان المسلمون بوسعه من يلعبوا هذا الدور يضمنوا نوع من الاستقرار في البلدان أو في بعض البلدان العربية وطبعا هذا الأمل الآن أخيب وفي رأيي في استنتاج تاني لا ينفع أن نتكلم فقط الآن في هذه المرحلة عندما نريد أن نحلل الوضع السياسي في البلدان العربية لا نستطيع أن نختصر على الإخوان المسلمين وتحليل الإسلام السياسي علينا أن ننظر ماذا حدث منذ نهاية عهد الاستعمار الرسمي في البلدان العربية من ورف الحكم في البلدان العربية هم أجهزة عسكرية وشرطة تربوا في الغرب عندهم تعليم غربي على نموذج الجيش في الغرب والشرطة في الغرب أقيمت أجهزة في البلدان العربية وهي لب الأنظمة السياسية منذ نهاية عهد الاستعمار وهذه الدوائر القوة القديمة تقليدية منذ 50-60-70 سنة هم ما زالوا أقوياء في البلدان العربية نشعر بذلك في مصر نشعر بذلك أيضا في تونس نوعا ما ليبيا نموذج شوي منفرد مختلف ونشعر بذلك في السوريا عندما الكل توقع قبل سنتين بأن الأسد سيسقط ولكن جهازه الأمني والعسكري هو بنية قبل بعض الأقود تقريبا ورفه من الفرنسويين من الاستعمار الفرنسي وهذا الجهاز ما زال يثبت بأنه قوي ويستطيع أن يواجه التمرد والمعارضة وهذا هو عامل مهم أيضا في العوبة السياسية في السنوات المقبلة تحدثت عن مراكز القوة في الأنظمة العربية التقليدية وقلت بأنها الشرطة والجيش إذن هو ما يتم الحديث عنها أو توصفه الآن بالدولة العميقة إذن الإخوان المسلمون كانوا ضحية لهذه القوة الكاملة التي لم تنتهي ولم تسقط مع مبارك هذا الشيء لا يتجزى عن تحليل الصورة الكاملة إذا لا نأخذ هذا الشيء بعين الاعتبار فنتجاهل الصورة الكاملة الإخوان المسلمين طبعا حاولوا خلال سنوات حتى في أهد المبارك أن يؤثروا على الجيش على هذا الجهاز الأمني حاولوا أن ينشروا بشرتهم في صفوف الجيش في صفوف الضباط الكبار ولكن علينا الآن أن نرى بأنهم فشلوا في هذه المهمة حاولوا مثلا في مدينة النصر لنحكي عنها حيث تقاعد الكثير من الضباط المصريين حاولوا هناك كثيرا أن يؤثروا ويضموا ضباط وجنود ومتقاعدين إلى حركتهم ولكن فشلوا في النهاية الزميل قال شيء مهم جدا لما تحدث عن هذا هذا الذي كان يقوله وأنهم حاولوا اقتحام صفوف الجيش وصفوف الأمن إلى آخر هذا إن دل عن شيء فإنما يدل على تفكير سلطة وبحث ليس هناك تفكير مشروعي ليس هناك مشروع مستقبلي يعني لا برنامج سياسي ولا برنامج اقتصادي ولا برنامج تنوي ولا برنامج اجتماعي برامجهم دائما الوصول إلى السلطة ولذلك التفكير السلطوي يختلف يعني عن التفكير الحضاري والتفكير المجتمعي والمستقبلي هم فشلوا لأن ليس لهم أكثر من التفكير السلطوي وإن هم يريدون المستقبل فعليهم أن يغيروا جذريا طريقة تعاملهم مع المجتمع ومع المستقبل ويفكروا في مشاريع دكتور تحدثت عن تغيير جذري لربما هذا ما تقوم به الحكومة حكومة حزب العدالة والتنمية التي يقود حزب العدالة والتنمية في المغرب تريد تحولا جذريا تريد نمطا اقتصاديا جديدا تريد إلغاء الدعم للسلع الأساسية وتريد اقتصادا حرا ألا ترتكبوا الآن خطأا لربما يقضي عليها في المستقبل القريب نتحدث عن نموذج المغربي هذا ليس خطأ وإنما خطيئة قالوا الزميل كذلك قالوا الزميل لأن تفكيرهم رأس مالي بحت بس الرأس مالية البدائية المتغولة الشعوب لا تريد صدقة الشعوب تريد ترعوب حقوقها وتريد برنامج تنموي للمجتمع كله التفكير الإقوار في المغرب نفس الشيء لا تفكير رأس مالي لا تفكير رأس مالي تفكير رأس مالي لأن الدولة لها مسؤولية وهم حتى لو فكروا بالتفكير الإسلامي التقليدي بيت مال المسلمين هذا هو الدعم هو نوع من بيت مال المسلمين يعني الحاجة للمحتاج الدعم للضعيف الوقوف مع الضعيف أين يرتكبون الخطأ في هذا السياق؟ لأنهم يتصورون وأن تقليد المجتمع الرأس مالي الغربي سينقذهم مما هم فيه من انحتاط اقتصادي وهذا لن ينقذهم أبدا لأن الغرب يتماعش من اقتصادياتهم الطفيلية الغرب يعيش إلى يومنا هذا من التغول في اقتصادياتنا وفرض أسعاره علينا وفرض ممتلكاته علينا وتقانته علينا لأن نحن نستهلك ولا ننتج إن هم يفكرون في المستقبل فعليهم أن يفكروا كمنتجين كأصحاب قرار كأصحاب سيادة ولهم فكر ليس التقليد الإنهاء بالتقليد والدخول في التجديد لنا طاقات ولنا فكر ولنا تاريخ ولنا حضارة هذا هو ما تبنته جماعة الإخوان في مصر وفشلت والخطاب شيء والتعامل شيء آخر الإخوان المسلمين خطبوا ونشروا وعملوا قنوات إعلامية لكن في ممارسة السياسة فشلوا الفشل الذريع لأنهم لم يحققوا شيئا إلا الفساد نعم دكتور عمر كيف تنظر إلى التجربة المغربية إلى مستقبل الإسلام السياسي في المغرب في ظل كل ما حدث على مدى أكثر من سنة من حكم حزب العدالة والتنمية دي التوجهة الإسلامية سألتني عن مصر فقلت لك عليك أن تسأل المرشد تسألني الآن عن المغرب أقول لك عليك أن تسأل الملك محمد الخامس السادس السادس عفوا الملك يعني ردت فعله على ما حدث بما سميناه الربيع العربي هو أنه نجح في امتصاص الرجل يحكم منذ عام 1999 ونجح في امتصاص الشارع المغربي واعتراضي ليس على هذه المرحلة عن هذه الرؤية الاقتصادية البحثة ولكن على التجربة المغربية من الخارج أعتقد أن الملك ليس عنده برنامج ثوري لا يمكن أن نقارن هذا بمصر وتونس في أفضل الأحوال هو برنامج إصلاحي تعايشي برنامج إصلاحي تعايشي استعابي كيف يستوعب الأصوات الغير الرافضة في المغرب ولكنه لا يود أن يقوم بهذا الدور بنفسه فنجح وهذا يحسب له أن يأتي بالإسلاميين من جهة وباليساريين من جهة أخرى وبإعطاهم الحق في التجربة هذه التجربة يمكن لها النجاح ويمكن لها الفشل ولكننا رأينا أن تأثير مصر وكان لمصر تأثيرا بيوم الثلاثاء الماضي حينما أعلن رئيس حزب الاستقلال انسحابه من الحكومة وقال أنا ألعب دور رقم اثنين في الحكومة لما لا ألعب دور رقم واحد في المعارضة ولم يقول ذلك ولكن هذا لسان حاله هو يقول أن البرنامج الاقتصادي أن الحكومة غير موفقة الحكومة الإسلامية غير موفقة مع أن حزب الاستقلال يمثله خمس وزراء منهم وزير الاقتصاد أو المسؤول عن الملف الاقتصادي عن الملف الاقتصادي شتيفان هلذك قراءة للوضع في المغرب في المغرب الأقصى أظن أن الإسلاميين هم أعلى في يد الملك يعني في يد المخزن لأنهم اشتركوا في الحكم والآن الملك بوسعه أن يضع كل العيوب الاقتصادية والاجتماعية الموجودة في المغرب على عاتق الحكومة الإسلامية فبهذه الطريقة الملك نوعا ما يبرع نفسه من هذه الأخطاء ومن فشل الإدارة الاجتماعية الاقتصادية أيضا في المغرب الملك ذكي يتعامل من مبدأ لو نجحوا فأنا الناجح ولو فشلوا فهم الفاشلون يعني وهذا توظيف الأخوة المسلمين يعني من ثمينين سنة أو أكثر يوظفون كثج سذج نافعون يعني ينتفع منهم ويوظفون وتنتي وظفتهم حطوهم في مسبلة التاريخ وهكذا يتعامل معهم ملك المغرب وسينتهوا في نفس الشيء يعني إنهم فشلوا فسيركبهم ويلبسهم كسوة الفشل ويغيرهم بغيرهم لكن لربما التجربة المغربية مختلفة إلى حد ما عن كل ما ذكرنا بحكم متابعة للموضوع أقل تسلط أقل تسلط وحتى استطلاعات الرأي تفيد بأن حزب العدالة والتنمية لا زال حتى اليوم يتمتع بشعبية لا يستهن بها وفي الانتخابات إن كانت هناك انتخابات مبكرة أو شيء من هذا القبيل فسيكون لربما القوة الأولى إن لم يكن الثانية في البرلمان كيف نفسر هذه؟ هل هو نجاح لهذا الحزب العدالة والتنمية في التوجه أو في اقتباس نموذج تركي ولم يرتكب أخطاء الجماعة في مصر ولا ربما في تونس أيضا بسبب وجود الملك بسبب وجود الملك أو بسبب من الأسباب كيف ترى الأمر دكتور عمر؟ المسر الأساسي في المشهد المغربي هو الملك وليس الحزب الملك عنده خطوات تحسب له لا تحسب عليها الملك يقوم بدور سياسي حينما يكرر دائما التنوع الشعب المغربي الملك اعترف باللغة المزيغية الملك قوة الصوفيين الملك يتحدث عن البربر والعرب كجزئين من الشعب المغربي وبهذه الاستراتيجية هو يعني يحاول أن تكون هناك عدة قوة لا تكون قوة واحدة الإخوان المسلمين يحاولون من جهتهم ولكن هناك الملك يحاول أن يجعل هذه النوع وعندما تقول أن هناك قوة مختلفة تكون عندك ضمان أنهم لن يثوروا عليك توزع الأدوار إن شئت وبهذا الأسلوب الملك سيظل يعني عالى وسيط لا مفر منه في الساحة المغربية نعم خاصة في ظل تراجع نفوذ أحزاب اليسار في المغرب يعني ظهور الأحزاب الإسلامية على الساحة وحزب العدالة والتنمية تحديدا على الساحة وجاء على حساب اليسار الذي تقريبا لم يكن على حساب اليسار ولكن الملك طوى طوى على اليسار حينما أنشأ وفعل جمعية حقوق الإنسان وكان يعلم من يتحدث طوال اليوم عن حقوق الإنسان اليساريين فليأت اليساريين ويقودوا هذه الجمعية وكان يعلم أنه في التسعينيات كانت الجمعيات حقوق الإنسان ما هي إلا ساحة يعني للعمل السياسي فقام بتشريع هذا الأمر وبذلك امتص أيضا الطيار اليساري في اللعبة السياسية إذا نبدو الدكتور حمد العوني كيف تنظر إلى مستقبل الإسلام السياسي في شمال إفريقيا على ضوء كل مجرى خلال الأشهر الماضية أخف الضرارين أو أقل تشاؤم بالنسبة للمغرب لأن الوضع الاقتصادي في المغرب أقل سوءا من تونس ومن مصر لأن المغرب بوجود الملك وجود السياحة وجود مشاريع أخرى والفصفات العظيم لا ننسى الفصفات العظيم هذا يعني مصدر عظيم مصدر كبير للأموال يعني وضع المغرب الاقتصادي يختلف ولذلك يعني مهمة الإخوان المسلمين في المغرب أسهل يعني في النجاح من الممكن وأن ينجحوا يعني حتى مؤقتا لكن الإسلام يعني كفكر كعنصر أساسي لبناء تلك المجتمعات سيظل موجودا نعم اشتفان بوخن كيف تنظر إلى مستقبل الإسلام السياسي في شمال إفريقيا ربما سيتسلق بعد القمم السياسية في السنوات المقبلة ولكن في النهاية سينهار كفكر سياسي عليهم التخلي عن العناد والتمسك بقليل من البراجماتية بقليل من البراجماتية حتى يكون لهم مستقبل سياسي نعم وهل ترى بأن مشروع الإخوان الآن أو فكر الإخوان الآن سيتغير بحكم الضربة القاسمة للظهر التي تكبدوها في الأوين الأخيرة يتوقف عليهم إنفاقوا من هذه الضربة وعادوا للعمل السياسي يمكن أن يكون لهم مستقبل ولكن لن يكون لهم مستقبل في مركزية العمل السياسي نعم دكتور حمدي كيف عليهم الصدق وليس المماطلة نعم عليهم أن يتصرفوا مع المستقبل ومع الشعب والاستمرار في تدهر إنهم يريد أن تظهروا كرأي كرأي هم رأي جزء من الرأي العام المصري لهم الحق في ذلك ولا ينكر عليهم ذلك لكن عليهم إنهاء احتكار الرأي بهذا نصل كما تسمعون الآن إلى نهاية هذه الحلقة أشكر ضيوفي الدكتور حمدي العوني الدكتور عمر كامل واشتفان بوخن والشكر موصول إليكم أيضا مشاهدين الكرام على حسن تتبعكم وحتى ألقاكم الأسبوع المقبل دمتم في أمان الله إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة